اذا التحكيم او قانون التحكيم لم يضع تعريفا للتحكيم الفقه وضع تعريفات للتحكيم كل واحد بيجتهد وبيضع تعريف لمفهوم التحكيم يعني ايه تحكيم ولكن احنا مش هنذكر الفقه قال ايه لان هو كله بيدور في فلك واحد وهو عرض النزاع على شخص من الاغيار لكن انا جبتلكم تعريف المحكمة الدستورية للتحكيم المحكمة الدستورية لما جيت عرفت التحكيم مش اتفاق التحكيم التحكيم قالت ايه قالت والله ان التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الاغيار عرض نزاع معين بين الطرفين على محكم من الاغيار عرض نزاع يبقى المفروض يبقى فيه ايه في نزاع في مشكلة ما بينه وما بينك في مشكلة ما بين ايه ما بين طرفين في الدعوة او في القضاء بنسميه مدعي وايه ومدعي عليه هنا بنسميه محتكم ومحتكم ايه ضده محتكم ومحتكم ايه ضده اللي بيروح يرفع الدعوة الاول او بيلجح للتحكيم الاول بسميه ايه محتكم بسميه ايه محتكم في القضاء بسميه ايه مدعي بسميه ايه مدعي المدعي ده بيرفع الدعوة على مين على مدعي هنا بيرفع الدعوة على الشخص التاني اللي بسميه ايه محتكم ضده يعندي محتكم وعندي ايه محتكم ضده والمحتكم ده ممكن نسميه طالب التحكيم ممكن نسميه طالب الايه طالب التحكيم عادي مفيش مشكل طيب اللي بيفصل في الدعوة القضائية محكمة بنسميها ايه محكمة الشخص اللي بيفصل في الدعوة اسمه قاضي هنا بنسميها هيئة الايه هيئة التحكيم يبقى هنا محكمة هنا هيئة التحكيم القاضي هنا اسمه هنا ايه محكم اسمه ايه محكم يبقى عندنا مدعي ومدعي عليه وقاضي ومحكمة عندنا محتكم ومحتكم ضده وهيئة تحكيم ومحكم المحكم ده بيكون من الأغيار يعني بيكون شخص مختلف عن أطراف أطراف الخصومة هذا المحكم يعين باختيارهما هم اللي بيختاروا المحكم ده يبقى هنا كلمة يعين باختيارهما اللي هو بنسميه اتفاق إنه هم اتفقوا على التحكيم إنه هم اتفقوا إنه هم يعرضوا النزاع بتاعهم على شخص من الأغيار بنسميه محكم وبيختاروا هذا المحكم سواء بيختاروا بصورة صريحة أو سواء بتفويد يعمل تفويد عشان يختاره أو يحدد شروط اختياره أو يحدد شروط ايه اختياره اللي اتنين قالوا احنا عايزين محمد يحكم خلاص بقى محمد أو يفوضوا شخص ثالث يعين المحكم احنا هنفوض إبراهيم إبراهيم ده يعايل لنا الايه المحكم أو يحدده شروط يعني مثلا يجي يقولك ايه احنا لما يحصل بنا نزاع وعايزين نفضه اللي يفصل في النزاع ده عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ممكن يبرموا العقد ده النهاردة في الفين اتنين وعشرين ويحصل النزاع في كام في سنة الفين خمسة وعشرين عميد حول قاهرة في اتنين وعشرين ممكن يبقى شخص مختلف عن مين عن العميد اللي موجود سنة كام خمسة وعشرين وقتا نجوه النزاع بهم حددوا الشروط حددوا ليه الشروط بشخص واحد وهو عميد مين يبقى ايا كم من العميد اللي هيبقى موجود ممكن يحددوا الشروط يقولك مثلا حاصل على لسانت حاصل على يكون متعلم يحددوا الشروط اللي هم ايه اللي هم عايزهم موسيقى بقية